كما وأكد عسام شيحة أن قطر من أوائل الدول التي انتهكت حقوق الإنسان في المنطقة وضربت المنظمات الحقوقية عرض الحائق مؤكدا في الوقت ذاته أن ازدواجية المعايير إطار الرئيس لقطر في الملف الحقوقي ففي الوقت الذي قطر فيه تملأ العالم دقيقا باحترامها لحقوق الإنسان هي من أوائل الدول التي تنتهك حقوق الإنسان في المنطقة العربية وفي الخليج بصفة خاصة وهي تسعى في ذلك إلى الضغط على مواطنيها وعلى المقامين على أراضيها وتسعى بشكل مباشر إلى تحسين صورتها أمام المنظومة الدولية في الوقت التي تتغول فيه على المواطنين وعلى العاملين على لديها وعلى المقامين لديها هي تضرب بمنظومة حقوق الإنسان تضرب بها عرض الحائق للمنظومة الدولية لكن هي في الداخل تسعى إلى التجبر في مواجهة مواطنيها وفي مواجهة العاملين لديها فازدواجية المعايير إطار رئيسي لمنظومة حقوق الإنسان لدى قطر